في الستيديو هنا في دبي فسننظر إلى هذا الحدث من زاوية تحليلية أيضا مع الدكتور أحمد طاقش المستشار الإعلامي والمدرب الدولي بداية صباح كالله بالخير والسرور صباح الإعلام صباح أبو زفي صباح دبي صباح القرارات الكبيرة التي تصدر من قادة كبار أكيد يعني خاصة مثل هذا الحدث الكبير الذي يضم كافة مجالات الإعلام على مستوى العالم ويمكن أيضا التكنولوجيا اليوم ربط الإعلام بالتكنولوجيا وهنا سأبدأ معك يمكن هذا الحديث يمكن تم اختيارها هذه السنة من بينها أكيد من بين هذه القضايا قضية البيئة تحديدا والمناخ ومسائل الابتكار والذكاء الاصطناعي من وجهة نظرك كمحلل إعلامي اليوم كيف ترى هذه القضايا والله هذا الكونغرس كله بمجمل هو عبارة عن وضوء تنظيف للإعلام العربي وربما هذه الدورة الإعلام العالمي في أبو ظبي صار لي زاما أن نطرح القضايا الإعلامية المهمة على الصعيد العالمي عندنا بفضل الله سبحانه وتعالى منتدى دبي من 21 سنة أنا حضرته كله عندك منتدى الاتصال الحكومي 2012 بلش في الشارقة وعننا في أبو ظبي الكونغرس الإعلامي العالمي خصصوا ثلاثة أيام هذه السنة اليوم الأول ليكون خاص بموضوع الاستدامة وتغيير المناخي واليوم الثاني خصصوا لإعلام والتعليم الجامعي والذكاء الصناعي واليوم الثالث خصصوا لإعلام الرياضي وهذا الحقيقة ما يميز الدورة الأولى السنة الماضية عن هذه الدورة from good to great العام الماضي 22 كان الكونغرس جيد العام الحالي 23 الكونغرس عظيم نعم يعني بالإضافة إلى أنك إعلامي أيضا أنت مدرب دولي اليوم يعني من أهم ركائز الدولة بكل المجالات الشباب اليوم الشباب كيف ممكن أنهم يستفيدون خلنا نقول أيضا من خلال هذا الكونغرس الإعلامي أحسن سيدي هذا هو السؤال أنا قدمت 250 دورة دربت آلاف الناس على مهارات الإعلام المسموع والمقروق المرئي استدعت وام العظيمة المنظمة لهذا الكونغرس الجميل طلاب من مئة جامعة كلمة طلاب الجامعي تعني من 18 ل 22 الأمر صحيح دائما الإمارات مع الجيل الجديد دائما أصلا هو عنوان الكونغرس السنشو استشراف يعني دولة الإمارات العربية المتحدة ليست فقط لا تعيش في الماضي وليست فقط لا تعيش في الحاضر هي تعيش في الماضي وفي الحاضر وتعيش في المستقبل أيضا نعم ما الذي سوف ننجزه إعلاميا عالميا في قابل الأيام نحن خطط الإمارات المئوية لـ 2071 فجبنا هدول الشباب من مئة جامعة وجمعناهم مع هؤلاء الخبراء آلاف الخبراء كي يتم هذا الطلاقح ويستفيد اللاحق من السابق جميل